التظاهرات في العراق بدأت مع التيار الصدري وتغريدة زعيمه وأداء خطبة الجمعة السياسية في المنطقة الخضراء وسط بغداد وهذه التحركات يعززها التيار الصدري عند الخامسة بتوقيت بغداد بتظاهرات دعم لمعتصمه في المنطقة الخضراء والمحافظات الجنوبية العراقية بستناء طبعا محافظة النجف كما ذكر الصدر بالمقابل وعلى تخوم المنطقة الخضراء عند بوابة الجسر المعلق في الرصافة أي في الجزء الشرقي للعاصمة ومحافظتين نينو والبصرة تخرج تظاهرات الإطار التنسيقي وهو الموالي لإيران والقوى المسلحة في هذا الإطار وفي الأثناء تداولت مواقع التواصل تسجيلا صوتيا يكشف أن التظاهرات ستكون مدفوعة الثمن حيث يغري قياديون في ميليشيات العصائب المشاركين بمبلغ 25 ألف دينار عراقي ووجبات طعام ونقل مجاني في نفس اليوم وهذا من محافظة البصرة إلى بغداد وفق ما ظهر في التسجيل وتسعى القوى المشاركة في تظاهرات اليوم لاستعراض على ما يبدو قوتها الجماهيرية في الشارع وصولا للمكاسب السياسية ومن التظاهرات المفاجئة في بغداد اليوم ما دعا إليها التيار المدني من الحزب الشيوعي وبعض قوات الشرين والمنظمات المدنية والحقوقية المطالبة بالتغيير الشامل لكل ما يجري في العراق في العملية السياسية مصادر سياسية توقفت عند إشارة صدرت من الإطار التنسيقي يوم أمس قد توحي إلى الإيجابية بإعلان قيادة في الإطار التنسيقي إمكانية التراجع عن ترشيح محمد الشيعة السوداني لمنصب رئيس الوزراء مقابل الاتفاق مع الصدر على تشكيل الحكومة وذلك وفق لجنة التفاوض التي شكلها الإطار للتفاوض مع الصدر برئاسة هادي العامري إلا أن الصدر على ما يبدو أنه تجاوز هذه الإشارة بتغريدة اليوم خاطب جمهور الإطار التنسيقي لكن دون قيادة الإطار وأكد الصدر أهمية التظاهر بسلمية ضد الفساد ومن أجل العراق وليس من أجل أشخاص وحكومات وحتى الآن الجميع ينتظر أن تمر التظاهرات الثلاثة في بغداد بهدوء من دون أولا الاحتكاك مع القوات الأمنية أو محاولة أطراف زرع مندسين لجر الشارع إلى اقتتال مسلح وهذا هو الخوف الكبير أحمد يعني بالتأكيد وقفنا على مجموعة من التطورات التي جاءت ربما تصعيدية من قبل التيارة الصدري هادي ومن ثم كيف علق الإطار التنسيقي عليها نعم بالضبط شكرا جزيلا لك إذن هدير الربيعي شكرا